أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي وأكدت وزارة الخارجية أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير مطالبة بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة هذا وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذو الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المصاب الجلال